اشتركوا في القناة الرئيس يستقبل محمد بن راشد ويشيد بمواقف الامارات الداعمة لمصر ومن الاخبار الرئيس يفتتح التوسعات الجديدة في مجمع شركة نوبكو الجديدة في دنيات السيسي على المصنع اضافة لصناعة الاسمدة ويخدم التنمية الزراعية وزيادة التصدير ومن الاهرام بتكلفة ملياري جنيه انشاء شركة وطنية لاستغلال الرمال السوداء بمحافظة قفر الشيخ ومن الوزد المؤامرة دول عزمة وراء تفجير الطائرة لتدمير اقتصاد مصر تأخر الاقلاع 40 دقيقة انقذ مطارق قاهرة صحيفة بريطانية قنبلة انفجرت في الطائرة ومن اليوم السابع تأجيل حركة المحافظين الجديدة لبعد العيد مصادر تغيير 9 محافظين ورأي نواب البرلمان ضمن التقييم ومن الشروع وزير الزراعة خطة لتأهيل الاراضي الغنية بالمياه الوزراء بدء مشروعات تنمية الوديان وانشاء السدود والرأي 4 ملايين جنيه لتطهير مصارف القناة وسينات ومن الاهرام مياه السفق تهدد بكارثة العطش يتسبب في بوار 40 الف فدان في الشرقية والبحيرة وعدد من المحافظات ومن الوفد الأسعار تقتالي المصريين إغلاق 80% من مزارع الدواجل لارتفاع الأعلاف وزيادة أسعار الأدوية 20% ومن الوطن أربع وزارات تبدأ تنفيذ مشروع سقوق رمضان التموين والأوقاف والتضامن والتخطيط تصدر سقوق الأضاحي وأخيرا من الأخبار وزيرة الاستثمار طرح الشركات المملوكة للدولة خلال خمس سنوات داليا خرشة نستهدف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية العام المقبل أعزائي المشاهدين دي كتهم عنوين الصحف الصادرة خلال أسبوع هنتوالها معكم بالرصد والتحليل بعد الفاصل فانتظروني أعزائي المشاهدين أهلا بكم بالجديد رحب بضيفنا اللي مشرفنا النهاردة الأستاذ مصطفى عبدالتواب الكتب الصحفي في اليوم السابع أستاذ مصطفى إزاي حضرت أهلا مخضر معنا مجموعة أخبار سريعا من الأسبوع ده فعايزين نتكلم ونتناقش فيها ونقول بعض التفاصيل اللي حدش ناقشها في بعض الوسائل الإعلام من جرية اليوم السابع توافق مصري إماراتي على الحلول السياسية في سوريا واليمن السيسي يستقبل محمد بالزايد ويشيد بمواقف الإمارات الداعمة لمصر انت شايف مواقف الإمارات مع مصر إزاي مواقف الإمارات مع مصر من بعد 30 يونيو كان للإمارات مواقف واضحة داعمة للإدارة المصرية الجديدة اللي تغيرت بعد عزل الإخوان دعمت مصر بمشروعات بدعم خارجي في الدول الخارجية اللي الإمارات بتتمتع بعلاقات كويسة معها دعمت مصر بمليارات حلت أزمة النقص العملة الصعبة الموجودة وأخيرا بتدعم مصر بـ 8 مليار دولار مختلفة في الاستثمارات الحقيقة السيد مصطفى الإمارات يعني أنا بيعجبني أداء الإمارات في البلد في حاجة مهمة جدا الإمارات عشان تدعمك وتديك كروض وتديك منح وتديك أموال تشتغل بقى وتتنمي البلد عملت حاجة ضريفة جدا عملت لجانة عندها خاصة بمتابعة هذه المشروعات وما بتقيكش تقول لك خد مثلا 10 مليون دول أو 20 مليون دول اشتغل بيهم وقول لك قل للمناطق اللي عندك اللي فيها تنمية عايز تعمل تنمية فيها فيه قل للمدارس اللي عندك اللي فيها شغل فيه قل للمشروعات اللي انت عايز سفين وتبعت اللجنة اللي هم عاملينها عندهم تقيم مع اللجنة المصرية مع المسؤولين المصريين ويدي لك الأموال على المشروع ده بالذات مثلا في البحيرة في الفيون وتبقى اللجنة متابعة ويجوا يفتتحوا هذه المشروعات فده أنا شايفه أسلوب في التنمية أسلوب مهم جدا إنك بعارف المنحة تحتك أو الفلوس بتحتك اتصرفت فين وتعمل به طريقة أنه أعلمني الصيد وما تدينيش سمك أنا أعلمك بساعدك فإن أنت تعمل المشروعات وتعمل التنمية مش شرط إن أنا ديك فلوس ممكن الفلوس توسطنفق في أي حاجة ما تكونش بتحقق العائد التنموي اللي هم عايزين يدعمونا إن احنا نوصله لو هي فيه ثقافة كمان إن أي منح بتروح مش عارف للمستشارين وبتروح مش عارف لبين البروكراطية ممكن تبتلع الأموال اللي هي جاية كلها البروكراطية النظام البروكراطية والفساد اللي احنا لسه بنحاول نتخلص منه ممكن يبتلع الأموال فهو بالتالي بيحاول يساعدك إنه يكون موجود معك في المشاريع يكون بيقدم لك رؤيته من واقع الخبراء اللي عنده لأنه هم عندهم تجارب حققت ومسمع في المنطقة فيعني هم بوقفين مع الإدارة المصرية اللي موجودة من بعد 30 يونيو وقفين وقفة داعمة جدا وبيقدموا استشارات بيقدموا دعم خارجي بيقدموا مليارات الدولارات في دعم الإدارة الجديدة عشان خاطر هم شايفين إن مصر من رقائز المنطقة ولازم مصر توقف على رجلها كان من بعض الحاجات اللي انطرحت في هذا اللقاء موضوع اليمن وسوريا انت شايف إن الإمارات دعمت موقف مصر في اليمن وسوريا الموقف في اليمن وسوريا تحديدا موقف ملتبس يعني موقف ما تقدرش تحدد إذا كان طوافق دولتين مصر والسعودية طب هل سأزينا هناك سيادة اللواء ياسيني الطير محافظة إسماعيلية سيادة اللواء إزاي حضرتك والله تمام الحمد لله بتخبير حضرتك إيه؟ الحمد لله كل سلام حضرتك طيب العول بالمناسبة شهر رمضان الكريم ويعني انت حضرتك شغلك ملحوظ جدا في محافظة إسماعيلية الحقيقة يعني الله يخليك عايزين بقى حضرتك تولينا بقى استعدادات المحافظة إيه لشهر رمضان إن شاء الله ومؤكد الأسعار والغلاء أولا كل سلام طيبين ومستغل بقى منباركم محترم بقى عشان نواجه رسالة تانية بقدوم الشهر العظيم على كل شعب مصر بالكامل طبعا التمشيئا وتنفيذة لتوجهات سلطة الرئيسة نحن لازم إن شاء الله ناخد كل إجراءاتنا الخاصة بالتيثير على المواطنين لأن يكون شهر كريم بإذن الله ويعد مرور الكرام على المواطنين فإحنا عندنا الموضوع ماشي على محاور مختلفة يعني إحنا عندنا معرض مركزي بيتم إن شاءه حاليا وهو تحت مسمعها لرمضان تبقى للمبادرة اللي أطلقها سلطة الرئيس وبيتوب بنتنفس في حواصل المحافظات إن شاء الله يمكن خلال الأسبوع الجادة إحنا نفتتح المعرض بكل المنتجات والمستجمات الخاصة برمضان لكن على مستجمات المحافظة وبجهود نحن نعملين حوالي 13 منفذ منتشرين سواء في المسبعية كمدينة وكل مدن الستة الأخرى وبعض القرى هذه المنافذ برضو بيع كل مستجمات الخاصة بشهر رمضان بأسعار يمكن أعلي كمان من سعر الجملة ومؤسرة جدا تمشية مع سياسة رفع المعاناة عن الأسر المحدودة الداخل احنا كمان في شهر رمضان نقشنا أكتر من محور تاني يعني احنا تعرف رمضان حيصاحبه درجة حرارة عالية لأنه جاي في الصيف كان معنا الناس بتوقع شركة المية وشركة الكهرباء وأكدنا على أن فيه إجراءات استثنائية وأجراءات طوارئ خاصة بالتعامل مع الموضوع ده بحيث إن شاء الله مش حيبة فيه القطاع كهرباء ولا القطاع مية شرب بالإضافة المحور المرور حيبقى فيه سهولة ويسر مروري بإجراءات خاصة ومحور بديلة بحيث إن شاء الله الشهر يعدي بشكل رائع على مواطنين لإسماعيل يابيز سيادت المحافظة انت سيادتك من محافظين القرائل اللي بيحبوا العمل الميداني قوي يعني سيادتك في محافظة المنوفية كنت حاطرتك سيكرتير عام محافظة المنوفية وانا عرفك من سيادتك كان الناس حافظين اسمك مش عارفين اسم المحافظ انت شايف إن العمل انت شايف إن العمل الميداني ده مهم جدا لأي محافظ آه لا هو 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 الوظيفة ديت أنا باعتبرها هي آآ آآ أكبر وظيفة آآ تنفيذية آآ التصاقا بالمواطن ويجب أن يكون الدور الرئيسي هو الدور الميداني والتواجد بتواصل مباشر مع المواطن لأن ما بعد ذلك من قيادات أعلى فهي سواء الوظيفة أو السيد الرئيسي هو الدور هم مهمتهم مهمة خاصة برسم السياسات وصنع القرارات فيجب أن يكون بداية هو المحافظ هو المنود بالتعامل الميداني مع قضايا ومشاكل المواطنين دي قضية أنا مقتنع بيها ومؤمن بيها يمكن أنا بكلم حضرتك دواتي والسلوط فقط عمليه معي المداخلة أنا الجولة الميدانية في المنطقة الصناعية آآ بيخاصة بالإسماعيلية وجوه آآ بعض آآ آآ نمازج النجاح الرائع المصرية جوه هذه المنطقة آآ فده شكل آآ من أشكال التعامل الميداني مع كل الأمور داخل المحافظة وهم الإعداد هم بيتكلمون يقول له إحنا هندخل لك محافظة الإسماعيلية بنطلوبه على المكتب ولتهم كلموه على الموبايل مش هتلاقوه في المكتب لا لا مش في المكتب أنا فعلا سيادته محافظ بقى ده بيديك لو أنت قاعد في المكتب وبتعرض عليك مشكلة معينة في مركز معين أو في مدينة معينة وده أخير المسؤولي يعرضها عليك جولات الميدانية دي بتكشف لك طبيعة المشاكل اللي بتتعرض عليك فبتبقاش بتمضي وانت ما انتش عارف الدنيا دي رايحة فين وجاية منين فبتبقى لامس المشكلة أولها وأخيرها إيه دي حاجة الحاجة التانية سيادتك بقى لما بتخش المدن والأحياء وبتلاقي مشاكل أو بعض المسؤولين المقصرين بيتبقى طريقة تنفيذك معهم إزاي أو قراراتك بيتبقى معهم إزاي هو بصة ده ما المسؤولين اللي بشاره معك عارفين يقينا أن أنت لابد تشوف بعينك وتلمس الأمور بنفسك والمتابعة الجيدة هو أساسا ما بيديش فرصة أن يبقى الأمور فيها أينهم للتقصير هي الأضياء بيتتفاعل ما بين التيادات ومن يعمل معهم وأن يؤمنوا أنه هو بيقناحهم بهذا الأداء وبهذا الشيء لكن طبعا إذا تضافنا حالة تقصير أو حالة أداء غير مرضي لا يجب أن يتقصد حسبه وحسب شديد في التعامل مع البروزيكات الأمور حتى تصدر بيقى تأوبيات واضحة فإنه مش مصروب أنه هي بقى فيها نعمة مخالفة المشروعات التنموية في المحافظة مع المحافظة والكروض والمنح دي بتوجه في المناطق النهية في محافظة الإسماعيلية وبيتم تفعيلها إزاي يعني هو المشروعات التنموية عندنا مختلفة يعني عندنا مشروعات تنموية على مستوى محور قناة السويس أو هي التنموية القناة السويس عندنا مشروعات تنموية باتنين من خلال المشروعات اللي هو الإشراف المباشر من المحافظة جوا مناطقها الصناعية عندنا بعض المشروعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر ودي لها إشراف مباشر من إدارات مختخصصة جواب المحافظة ذاكت عندنا صفرة رائعة في مشروعات اللي هو مشروع التنموية البشرية والمحلية اللي بتشرب عليه وزارة التنموية المحلية أنا عايز أقول لحضرتك أن احنا تخطينا حاجز 20 مليون وعندنا حوالي 300 مشروع كلهم مشروعات صغيرة جدا بعملنا شباب رائعين فتحوا بيوت وبقى لهم مشروعات خاصة بيهم المشروعات مختلفة لكن الحمد لله احنا بنتعمل كمان بنستهد دلوقتي شريحة الشباب عشان نعمل لهم حالة من حالات التفاول والأمل في المستقبل إن شاء الله طب بدا ما تكلمت عن الأمل بقى ولينا ايه آخر التطورات في قرية الأمل لا قرية الأمل الحمد لله أخذ شكلها النهائي وإحنا دلوقتي بنتكلم حضرتك وتقريبا بنسبة 90% من المنتفقين استلموا قطع عربيهم واستلموا منازلهم الرفية كل مصادر رائع تم تدبرها حاليا احنا بنشايف بقى على الجزء الخاص بإقامة الحقل الإرشادي اللي عم برة فيه المنتفقين على أسلوب التعامل مع الأرض وبنعمل كمان صوب نموذجية عشان لو فيه تعامل مع صوب من خلال المستوثنين كل خدمات القرية كملت كان خرع فرش وتواجد نقطة الشرطة لكن بقيت الخدمات حتى المدرسة تفرشت لا الأمور بشكل رائع في قرية الأمل الحمد والمحمد ربنا كم من حوالي 15 يوم كده أو 20 يوم في خلال الشهر اللي فات كان عندنا مشكلة الأمح وتوريد الأمح واستلام الأمح وظهرت من خلال وسائل الإعلام برضو بعض المشاكل في مياه الرأي ولينا بقى المشكلتين دور حدوك اتعاملت معهم ازاي عندك في المحافظة لا احنا عندنا بالنسبة للمشاكل الأمح احنا عندنا 11 نقطة أو منفذ بيستيلهم توريدات الأمح كلهم من بداية الأمور هم مفاعلين وخصوصا الشهوان اللي أمر سيد رئيس الوزرة بالاستمرار في استلامها للتوريدات احنا عندنا مش مشاكل الأمح بيتورد والفلوس بتوصل لمستحقنا خلال 24 ساعة انا بقول لحضرتك دلوقتي احنا تقريبا تخطينا حاجز الاربعين الف طن وعالما بين ساحيتنا مش كبيرة في عدود الاربعين بقى الفدان قامت فالحمد لله التوريد ماشي كويس عندنا بالنسبة للمشكلة المياه احنا ما عندنا مش مشكلة في المياه لأن احنا عندنا ترية المتبع لها مورد رئيسي والمايا فيها كافية وبنعدي من خلال سحارة سرابيوم الميا شرقا والمايا اللي موجودة في الشارع كافية للتعامل مع الأرض المنزرعة حاليا معا المحافظ كان باك التنمية والاقتمان الزراعي بيدعم الفلاحين في قروض البتولو والانتاج الحيواني انا عارف ان المحافظة عندك لها طبيعة خاصة في الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني المشروعات التنموية الحيوانية دي حضرتك بتدعمها ازاي؟ احنا دي عاما من اكتر ما اولا احنا عاملين مقر في كل واحدة محلية وجايدين من اضيب البنوك وعلى رأسهم بنك الاقتمان والتمنى الزراعية لمنح قروض لصغار المزارعين والشباب اللي عايز ديها من المشاريع اللي حضرتك بتشير إليها وعندنا مشروعات رائعة في هذا الموضوع يمكن في مشروع قريباً حيأخذ شكل تنفيذي وصل فيه الشاب المتقدم لهذا الموضوع لقرض من بنك الاقتمال والتنماء الزراعية إلى ما يعادل حوالي 5 مليون جنيه فيه كل اللي ستك بتقوله فالحمد لله احنا داعمين لهذه المشروعات والبنك عندنا ناشط جداً في هذا الموضوع معايا المحافظ ياسين الطير محافظ الإسماعيلية أنا بشكر حضرتك جداً وحضرتك من المحافظين القلائل اللي مجهوتهم باين في كل المحافظة بأمانة يعني حنروح لخبر تاني معنا مصطفى من جريدة الأهرام مياه الصرف تهدد بكارسة العطش يتسبب في بور 40 ألف الدام في الشرقية والبحيرة وعدد من المحافظات تشفت أزمة المياه الشرب دي إزاي في اليومين اللي فاتوا أزمة مياه الشرب مياه الصرف ومياه الراية أزمة مياه الراية مرتبطة بكذا حاجة منهم اللي بيحصل في سد النهضة منهم برضو بعيداً عن سد النهضة سوق إدارتنا للمجاري المائية عندنا في مصر يعني عندنا تراع وكل الأواني أو الأماكن اللي بننقل من خلالها المياه بنسيق إدارتها والممكن هنريك تعمل إزبوط للكاميرات بتاعتك على التراع هتشوف أن الموضوع اللي تقدر تمشي فيه مساحة أكبر من المياه إحنا بنعطله بالكمامة اللي الناس بترميها بالمخلفات بنعطله بنسيق للمياه إحنا بنسيق استخدام المياه فبالتالي ده بينعكس إن إحنا الموارد المائية بتاعتنا بتقل دمع أزمة سد النهضة اللي موجودة الأخيرة وأن هم دلوقتي بيخزنوا في البحيرات لا بصر سنوصف أنا عندي بقى وكرة نظر للموضوع ده عايز أقولها لحضرتك والسادة المشاهدين المشكلة عندنا لا مشكلة في المياه ولا مشكلة في التراع ولا مشكلة في أي حاجة مشكلة في البناء أدمين نفسهم وفي الناس المسؤولين قائمين على هذه المنظومة نفسها طول ما الدمائر خاربة يعني الزراعات اللي احنا شفناها قدامنا متضمرة من عدم وصول المياه في التراع من المسؤولين عندهم المشكلة دي وقدامهم بقالها فترة وعارفين إن الناس دخل في موسم زراعة الأرز وعارفين إن زراعة الأرز بتستهلك مياه لما يسيبوا الناس تزرع المساحات الشاسعة دي يعني أنا عندي الخبر بيقول 40 ألف فدان وده رقم يعني متواضع شوية لكن أنا عندي المساحات الأكتر من كده بكتير ويسيبوا الناس تتضمر وزراعات تتبهدل بالشكل ده الناس دي لازم تتحاسب والناس دي لازم تتعاق غير كده يبقى احنا دولة بنهرق ده المفروض ييجي دور البرلمان كل نائب من محافظة بيمثل دائرة مختلفة ينقل واقع المشكلة للبرلمان ويكون فيه محاسبة لكل مسؤول في مكان وكل وزير في مكان وكل مسؤول عن الموضوع لازمة المية دي خصوة احنا دلوقتي بنستورد رز يعني ما ندمر 40 ألف فدان أو أي مساحة احنا بنروح نستورد بأسمن أغلب كتير من الخارج عشان نغطي احتياجاتنا من الرز فاحنا محتاجين نواجه الازمة بان البرلمان يتحرك حاسب المسؤولين نستعد كويس للسنة الجاية ما يتكررش عندنا الموضوع وموضوع الطرع انا واثق ان موضوع الطرع ده بيأثر على حصتنا في المية اللي موجودة حصتنا حتى لو قلت تكفينا لكن احنا بنسيء استخدامه طيب بما انك متخصص في الملف السياسي بقى هنروح لخبر الثاني هو ملف الطائرة من الوفد المؤامرة دول عزمة وراء تفجير الطائرة لتدمير اقتصاد مصر تأخرت لقلع 40 دقيقة انقذ مطارق قاهرة صحيفة بريطانية قم بلا انفجرت في الطائرة تشوفت حدث الطائرة ده ازاي وتقييمك للعامل السياسي فيه ازاي؟ انا بحبش كلمة المؤامرة يعني المؤامرة دي احنا بنتكلم عنها دايما طول الوقت ان في مؤامرة بتحاج ضدنا وفي مؤامرة الناس بتفكر عشان خاطر تدمرنا الناس بتفكر ماشي هما بيفكروا كل دولة بتفكر وفقها لمصالحها انها تفرض مصالحها في كل العالم احنا فين؟ واحنا كمان لازم نكون موجودين الطائرة لما طلعت من مطار شارلي ديجول يبقى احنا كمان لازم ننتظر التحقيقات ولازم ننتظر التحقيقات اللي بتحصل هناك في فرنسا لازم نتابعها زي ما حصل متابعة للطائرة بتاعت روسيا اللي مفجرت عندنا من مطار شارلي ديجول شفنا ازاي كان فيه متابعة كويسة من العالم كله اللي بيحصل عندنا من التحقيقات احنا كمان لازم يكون عندنا الدور لقد عندنا دول اللي تعاونت في الحادث ده بشكل محترم جدا يعني زي اليونان زي فرنسا كلها دول مرت فيها الطائرة اثناء خط سرها فهو لازم يتعاون معاك ما بحبش انا العنوين اللي بتصدر فيها فكرة المؤامرة لازم ننتظر التحقيقات ولازم نجمع تحقيقات كويسة جدا عشان خاطر احنا احنا اخر ناس المفروض نتحمل مسؤولية الطيارة اللي حصلت بعيدا عن ارواحنا لازم نعزي كل الناس اهالي للضحايا بس المسؤولية اللي طاقة على مين احنا اخر حلقة في الموضوع على الطيارة بتاعتنا اه لكن هي طلعت من مطار شارلي ديجول يعني لو في مشاكل في التأمين فالمسؤول عنها مطار شارلي ديجول اه لو في مشاكل في اي حاجة في الطريق في المجال الجوي تتحاسب عنها كل الدول اللي مرت عليها وبعدين في روايات كتير طلعت اه مش عايزين نستبق التحقيقات في الموضوع ده تحديدا لانه حساس فبالتالي لازم ننتظر التحقيقات ومش لازم نسبق اي حاجة ومصدرينها للمؤامرة لان المؤامرة مش هتفيدنا دي اتعطلنا احنا احنا اكتر ناس بما بناخد المؤامرة احنا كده بنستسهل بنحطها شماعا علق عليها اي حاجة بنشوفها وبتدخل الارهاب بقى في جملة مفيدة وتقول بقى ان جماعات او متطرفة او بتاع فجرة الطيارة الجماعات المتطرفة لحد دلوقتي ما طلعتش جماعة واحدة تتبنى الحادث يعني لما الجماعات دي بيحصل اي حادث هم عاملينه بيتباهوا وبيتصرعوا ان هم يتبنوا يعني ما حصلت الطيارة بتاعت روسيا هم قبل اي تحقيقات استبقوا الاحداث وتلعب بيان قالوا احنا اللي فجرنا الطيارة وازاي وعن طريق قلبة الكنز استبقوا التحقيقات وقالوا عشان خاطر يكسب دعايا لنفسه ويكسب ارض هو رسالته توصل ان هو عايز يبس الخوف في نفوس الناس فبالتالي رسالته توصل النهاردة المرة دي ما حدش استبقى الاحداث وتلع اعلى مسئوليته ما حدش تلع تباهى بان هو اللي فجرها لازم ننتظر التحقيقات عشان خاطر ما نقصرش على نفسنا ما نستسهلش نقول المؤامرة طيب هنستهزنك ناخد استاذ عبد الجواد ابو كابر رئيس تحرير بوابة روزة اليوسف استاذ جاب عبد الجواد زي حضرتك الحمد لله تمام كل سنة حضرتك طيب واحدة طيب والصح والسلامة عايزين رأي حضرتك في حدث الطائرة رغم ان فيه اخبار بعض الاخبار بتقول ان دي مؤامرة ودول عزمة وراءة تفجير الطائرة وتأخر اقلع الطائرة ربعين دي فيها انقذ مطار القاهرة وصحيفة بريطانية اخرى بتقول كن بلا انفجرت في الطائرة طيب اول اول ما بدأين بس عشان الناس بتتخيل انه احنا بنغالي لما بنكلم على فكرة ان هناك مؤامرة على مصرع المصالح الدولية كلها يعني موظم الدول بتلعب على مصالحها فاحنا بنتكلم على هي الفكرة مصر ليه اولا ده بيدرب الاقتصاد بيدرب السياحة بيدرب يعني خلينا اقول كل ما يمكن ان يكون من قوة لهذا الوطن وانه يتقدم او يستقرل انه هو الجيش الوحيد الباقي في المنطقة وده ده لازم نفهمه قوية قوي انه الجيش العراقي لم يعد موجودا الجيش السوري لم يعد موجودا فالجيش الوحيد القوي اللي ليه تصنيف عالمي هو الجيش المصري لما تكسر مصر تبقى تكسر كل حاجة فيها قصة الطائرة تحديدا لازم الناس تفهم انه ايا كان ما حدث في الطائرة ليس مسؤولية مصر ده مسؤولية مطار فرنسا مطار شارل ديجول في فرنسا مش مسؤولية المطار المصري مسؤولية ما يحدث في الطائرات هو مسؤولية التأمين في المطار الذي اقلعت منه الطائرة دي محددات رأسية لازم الناس تبقى فهمها بس في الاول لان كتير ناس بتطلع وتفسي في الحقيقة في الفضائيات وفي غيرها دونما ان يكون لديها المام بالفكرة العامة لهذه القصة فرضية المؤامرة دي موجودة احنا بنتكلمش من فراغ احنا عندنا عمليات بتتم في شبه جزيرة سيناء بتتم بتقنيات عالمية بتليفونات غير خاضعة للرقابة المصرية تليفونات بالأعمار الصناعية المعطيات دي كلها موجودة ومضبوطة جزء كبير جدا مما ضبطة في سيناء كان متطور جدا وصنع العام في الأسلحة ده في الحقيقة ما بتقدرش عليه إلا أجهزة مخابرات أو جماعات إرهابية مرتبطة بأجهزة مخابرات إذن لما نيجي نتكلم على قصة الطائرة فرضية أنه الطيار انتحر كما حاولت وسائل إعلام غربية أنتو حيثم عادت واعتذرت بعد كده ده كلام مش منطقي لأنه يعني خلينا نقول أنه الحاجات بتتسجل بشكل سريع جدا وتتسجل على مدار الثانية مش على مدار كمان وعلى مدار اللحظة ففكرة المؤامرة كمان موجودة لأنه ليه فقط الدول التي لدينا مصالح كبيرة بيء معها هي اللي بتحصل لها أزمات معانا نحن بنتكلم على فرنسا بنتكلم على روسيا وبنتكلم على إيطاليا وبنتكلم حتى على فكرة الدول الصديقة اللي ديها ناس وبيستهدفه بشكل أو بآخر يعني فكرة المؤامرة مياش جاية من فراغ لا نحن بنتكلم على معطيات تأخير وقت إطلاع الطائرة هو اللي ألقذ الموقف كان الحادث أو التصور السيناريو لمن قاموا بالعمر أنه تبكير يحصل في مطار القائرة بعد هبوط الطائرة وده كان هيعمل أزمة كبيرة جدا هذا المطار كان سيخرج من الخدمة الأمنة وده دي قصة الحقيقة في قمة الإزعاج وتقول إنه ما حدث كان مرتبا ومرتب بعناها شديدة طيب سيادتك شايف التوافق المصري الإماراتي إزاي ومواقف الإمارات الداعمة لمصر دائما وفي زيارة الشيخ محمد بن زايد خلينا أقول إنه الإمارات في الحقيقة ما بتعملش مع مصر باعتبارها دولة تانية الإمارات بتتعامل مع مصر باعتبارها شريك وباعتبارها نفس الوطن بالنسبة لهم والشيخ زايد رحمه الله هو من زرع هذا الحب هذا الرجل الذي جلس على الأرض من أجل أن يناطح شعبه السحاب هو نفس الرجل اللي زرع حب هذا الوطن في قلوب أبناء وهما بيحبونا بجد علشان كده هما ما بتعملوش بمنطق الدولة الصديقة هما بتعملوا بمنطق الدولة الشريكة القاسم القاسم المشتركة وهم فعليا بشكل أتاسي عايزين نصر تبقى كويسة جدا مش عايزين أنها تبقى أقل من أي حد وبيحبوا أن احنا نبقى متقدمين علشان كده بيدعموا ولو شفنا حتى حرصهم على السلام الاجتماعي في هذا الوطن لما نشوف المطشة على أهل اللي اتعامل مع رومة مؤخرة لما نشوف مطشة الأهل والزمالك فكرة تهدئة الأوضاع فكرة أنهما عايزين الاستقرار الداخل وده على كل المستويات علشان كده هنلاقي أن هناك تعاون طبي في المجال الطبي تعاون كبير جدا هنلاقي أن فيه في مجال الإسكان فيه تعاون كبير جدا هنلاقي فيه مجال حتى الفلك اللي هو هذه القصة الجديدة اللي مصر دخل فيها هنلاقي هناك تعاون إماراتي ويمكن في الحقيقة الزيارات الإماراتية للقاهرة هنلاقيها مستمرة ومتواصلة بشكل كبير جدا لانه هما مش الفكرة انه هما يأمنوا المنطقة وانه احنا نبقى متواجدين في تكامل لا الفكرة انه هما بالفعل عايزين مطر تبقى كويزة هنشوف لما المجمع العلمي تحرق الفيخ سلطان الخاصمي دخل وعمل دار الوسائق الجديدة بتكلفت 100 مليون جليه هنشوف المساكن اللي بتتعاملها نلاقي الامارات قاسم مشترك فيها هنشوف التدريبات العسكرية اللي كانت موجودة كمان الشهر اللي فات في الامارات ما بين البحرية المصرية والبحرية الاماراتية احنا بنتكلم على تكامل حقيقي محمد بن زايد تاني زيارة ليه وقت صير جدا وده يقول انه هناك تحرك كبير جدا من قبل الامارات لدعم القصص المصرية فكرة المشكلة مع اسيوبيا فيما يتعلق وستد النهضة الامارات بطلع حضور كبير جدا في حلحلة الامر انجازة التعبير فيما يتعلق به التصورات المصرية والتوجهات المصرية الامارات دائمة بشكل كبير جدا مصر ايضا يعني فيما يتعلق به المشروعات الثقافية الاماراتية مصر شريك اساسي في هذه القصة زي ما بيعملوا في الامارات بيجو يعملوا نفس القصة اه في مصر مشروع تحدي القراءة اه مشروع الدع لبارعها حاكم الشارقة المشروعات اللبارعها اه محمد بن راشد اه انت شايف ان دعم الجانب الثقافي ده مهم جدا نسوز عبدالجوات طبعا طبعا لانه لما نشوف تجربة زي الشارقة الشارقة تحولت الى مارد اقتصادي بالثقافة نشوف الدبي دبي بالعلم والثقافة اصبحت على ما هي عليه فكرة الثقافة والمعرفة هي الاساس في حضارة الامم وهم فاهمين ده كويس قوي احنا كنا سبقين زمان لكن في الحقيقة ما كملناش هم خدوا من اعلى نقطة في هرم المعرفة واشتغلوا عليها انما هم دلوقتي بيعملوا القصة معنا بهذا الشكل المحترم وهم مقدرين الثقافة واحنا لازم نقدر ده يعني هي مش الفكرة ان احنا نتخد من عندهم وبس انما خلينا اقول انه كمان احنا على مستوى التعامل المهني والاعلامي والثقافي المصريين موجودين هناك بشكل يعني رائع جدا ويتعاملوا بنفس المنطق بتاع اه ان دي بلد واحدة مش بلدين سوز عبدالجواد ابو كاب الرئيس تحليل بقابة روزة اليوسف انا بشكر حضرتك جدا عن مداخلة انا حابي بقاف تاني عند موضوع المؤامرة سوز عبدالجواد بيأكد على ان احنا علينا مؤامرة هي هي ما بتباشر اسمها مؤامرة هي بسمها مصالح دول تتشابك مع مصالح دول تانية من حقنا كمصر ان احنا يبقى عندنا مصالح في دول الجوار احنا عندنا مصالح ان ليبيا تستقر فدي مش مؤامرة على الشعب الليبي احنا مصالحنا ان احنا دولة المجاورة اللي حدودها بتمتد بمئات الكيلومترات معانا تستقر عشان خاطر احنا يستقر الوضع عندنا والحدود دي تؤمن فدي احنا كده بنتأمر على الشعب الليبي مصالح دول بتتقاطع مع مصالح دول اخرى احنا اللي لازم نكون موجودين لان احنا لو فضلنا نعلق على شماعة المؤامرة كل مشاكلنا احنا مش هنتقدم خاطر واحدة لقدام لو فضلنا نقول ان كل اللي بيحصل معانا دي مؤامرة دي مؤامرة دي مؤامرة دي مؤامرة دي مؤامرة دي استسهال هنبص على الامارات احنا كان عندنا مهرجان الكاهرة من اول مهرجان في المنطقة احنا قلنا قبلة الشرق في السياحة دلوقتي الامارات عشان هي دولة يعني ما قالتش العالم بيتأمر علينا دولة التزمت بالنهاية تشتغل نشتغل ونعالج احنا ما عندناش مشاكل تقدي ان احنا نتأخر احنا عندنا مشاكل تقدي ان احنا نتأخر ولا ما عندنا عندنا مشاكل تقدي ان احنا نتأخر فبالتالي احنا بنتأخر احنا لازم نحاول ننهض لازم نحط استراتيجيات للنهود لازم نعالج مشاكلنا لازم نحل مشكلات مشكلة شبه جزيرة سيناء لازم نقضي تماما على اللي موجودين هناك القضاء عليهم صعب لازم ناخد وقت بس أما حاجة نقلل ما نخلهمش يتصربوا ويدخلوا القاهرة زي ما حصل في حدثة حلواني الأخيرة اللي سمعنا عنها مواجهة الإرهاب في شبه جزيرة سينة لو ده إرهاب وده يعني عمليات إحنا ما نخلقش بيه أحاضنة للتكفريين والأصحاب الفكرة المتطرف الموجودين إن إحنا نسيب منافذ للناس تعبر عن رأيها فبالتالي إيش هي حصل الشؤال الإرهاب وجماعات المتطرفة دي الحياة السنوصفة موجود في العالم كله في كل البلدان وبيحصل إحنا شوفنا الحوادث الأخيرة كلها في أرقى الأماكن يعني وحنقول إيه هتقول إن التقصير في الأمن في كل أماكن في كل أماكن ففكرة الإرهاب ده موجود في كل دور حتى الدور مقدمة جدا دي كلها أمراض لو أنا استسهلت وقلت إن الأمراض دي هتموتني فأنا هستسلم لها وأموت ده حيئة أنا لازم أنهض وأقومها هنروح لقبر تاني معنا من جرية اليوم السابع تأجيل حركة المحافظين الجديدة لبعد العيد مصادر تغيير تسع محافظين ورأي النواب البرلمان ضمن التقييم أنت شايف الخبر ده إزاي؟ أنا شايف نحن نستنى ما الانتخابات المحليات تحصل وكل مجموعة كل مجلس محلي ينتخف في محافظة هو ليكرر مصير المحافظة بتاعه سحي لسه مغيرين محافظين قريب تقريبا يعني مش من شهور بعيدة فهنرجع نغير تسع محافظين وبعدين يحصل انتخابات محليات فيسحبوا الثقة من المحافظ فنرجع نغير طب منسيب المسؤول ياخد فرصته وبعدين نتكلم عن تغييره لما المحليات تيجي المحليات هي اللي هتبقى بتعبر عن إرادة كل قرية وكل مركز وكل محافظة فبالتالي هي اللي تقدر تحدد إذا كان المحافظ ده يقدر يكمل معهم وخصوصا للدستور الجديد وفر لهم أدوات ما كانتش موجودة قبل كده ويقدروا يسحبوا الثقة من المحافظة يقدروا يعملوا استجواب للمسؤولين المحليات اللي جاية عليها دور كبير فاحنا ننتظرها ليه منستعجل ونعمل حركة تغييرات خصوصا فيه محافظين بتشتغل وفقى الاستراتيجيات اللي موجودة فيه أهداف وأفكار محطوطة فهو بيشتغل بناء عليها لما يجي المحليات وتحط أهداف ورؤة وكل محافظة تبعرفها هي عايزة إيه وخصوصا النظام المحليات الجديد هي تكون نظام لا مركزي فكل محافظة ارتحدت هي عايزة إيه وعايزة تعمل إيه ننتظر المحليات أنا من رأيي أن هي حركة متعجلة وأعتقد أن نواب البرلمان ممكن يكون عندهم نفس الرأي طيب حروح الخبر تاني معنا هو الرئيس يفتتح توسعات الجديدة في المجمع شركة مبكو الجديدة في دميات أستيسي المصنع إضافة لصناعة الأسميدة ويخدم التنمية الزراعية وزيادة الصدرات شايف المشروعات دي مشروعات مهمة مشروعات مهمة طبعا خصوصا أي مصانع أنا برحب دايما بفكرة نحن نفتتح مصانع المصانع هيعود من عليها إنتاج وهيعود من عليها فرص عمل جديدة وممكن تخلق فرص استثمارات جديدة يعني المصنع ده ممكن اللي بيتصنع منه يكون جنبه صناعات أو زراعات جديدة في المنطقة المحيطة ليه فبالتالي احنا هنخلق مزيد من فرص العمل هنخلق مزيد من الصناعة والإنتاج فهي بالتالي هتنعكس علينا بطريقة جيدة يعني طيب هنستيزينك ناخد الدكتور محمد سلطان محافظة البحيرة دكتور محمد إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك إزاي حضرتك فندم أهلا بيك فندم حضرتك بازل مكهود كويس في محافظة البحيرة فأولينا بقى إيه استعدادات المحافظة في شهر رمضان إن شاء الله؟ أولا كل السنة وحاجة طيب وكل السنة وكل المواطنين بصحة وخير طبعا شهر رمضان إحنا عندنا يعني الشهر ده فيه كذا حدث هان طبعا دخول شهر رمضان علينا وتاني فيه امتحادات السنوائي العامة والأجهزة الصيفية التالت طبعا إحنا فيه سهلات الحمد لله شهر رمضان عندنا معرضين كبار هيتم عبدوهم إن شاء الله معرضين أهل رمضان واحد في ضمنور واحد فيه كفر الدوار حيث دول يتيحوا كمية كبيرة إن شاء الله من المواد الثامنينية والمواد الغزائية المواطنين بأسعار تنفسية أيضا فيه عشر منافذ تنين بيتم عملهم في كل مركز من ملاكز منفذ بالتعاون مع القوات المسلحة والتعاون مع الغرفة التجارية بس تبقى على مساحات أصغر مش بنفس الحجم بتاع معرض أهل رمضان بالنسبة لذلك طبعا تيح عملات يوميا على المحلات والمصانع وجميع الأماكن من المنتجات الغزائية نتأكد طبعا بيه الالتزام بيه الاشترافات الصحية والالتزام بالأسعار عشان ما يكونش فيه ارتساع فيه أسعار المواد الغزائية المواطنين أيضا برضو الحمد ده بمضبط الكمس الناشية بصورة جيدة متوفرة في كل أنحاء المحافظة ما فيه اي عاجز فيه بصورات الغز أيضا تم تأمينها بصورة جيدة الحمد لله يعني إن شاء الله يكون رمضان تعيد وسنة تعيد علينا جميعا إن شاء الله سيادتك وقعت التفاقية مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابعة لوزارة الإسكان بحوالي 21 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية ومنها منطقة قسارة تقريبا يعني في مدينة رشيد فقولينا حضرتك بقى ملابسات الاتفاقية دي ايه وحضرتك حصرت المناطق العشوائية في محافظة البحيرة كلها تشتغل عليها بنفس الطريقة كده؟ نعم 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 إحنا عندها في المحافظة البحيرة طبعا تسع مناطق عشوائية تم حصرهم ودهي المناطق العشوائية اللي فيها خطورة في المساكن بتاعتها على المواطنين ترينب أكثر المناطق أهمية منطقة القسارة في رشيد ودهي كانت تعرضت للغرق أثناء النوث الشتوية في العام الماضي دول حصرنا طبعا جميع الأسر المربوضة يعني يتروحوا تقريبا حوالي 85 أسرة تم عمل الحصر وتم عمل البخوص الاجتماعية لكافة الأسر وعملنا رسم مبداي بالتعاون مع وزارة الإسكان وبالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية الحمد لله هنقوم بإخلاء السكان جميعا وتسكنهم في سكان في شئة بديلة لخين الانتهاء من عمل أعمارات لهم في هذه المنطقة يتعمل خمس أعمارات هننعمل وحدات سكنية لكل أسرة وحدة سكنية وفيه لد سكيب ومنطقة حضار محيطة بهذه المنطقة وتامي صرف صحي ومياه شهور بنقية لهذه المنطقة بأول منطقة بالمثال العمل فيها مع وزارة الإسكان جهاز تطوير العشوائيات تم توقيع البردخول بقيمة 21 مليون ويبتدي الشغل الحمد لله من 1-6 إن شاء الله طيب لزالة العقارات المقالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بتواجه ده إزاي دكتور محمد؟ نحن هنا نواجه صعوبة كبيرة في الانتهاز الموضوع لأنه نحن تعرف محاصر بحير المحافظات المترمات الأقراب فيه تعديات بصورة كبيرة على بعض الأراضي الزراعية نحن فيه تعاون بيننا وبين الأمن وبين وحاولات المحلية نحاول نزيل قدر مستطاع معظم التعديات والإزالة في المهنة طبعاً بتبقى أفضل جكتير لأنك فيها سهولة وفيها تحكم أكثر بتواجهنا صعوبة طبعاً في الأماكن اللي أقيمت منذ فترة كبيرة وبها حياة وبها أسر تسكونة لكن بيتم إزالة ما يمكن أو ما يمكن إزالته من النباني المخالفة والحياة الوقتها بتجريف أنه لقى فيه نهاء المخاططات العمرانية لكافة القرى لأنه ده بيضع وضع قانوني وبيضع مشاحات قانونية لأهالي بتسرح بالبناء وبيضع طبعاً بيمنع بصورة كبيرة جداً أي بناء على المناطق اللي هي المخالفة دكتور محمد أنا أعرفك من مزارة الصحة وحضرتك بتكره البيروقراطية والوساطة والكلام ده كله إحنا عندنا مناطق صناعية واستثمارية كبيرة جداً في محافظة البحيرة زي منطقة النبارية وواد النطرون واب المطمير في كذا منطقة صراحةً يعني محافظة البحيرة محظوظة بيهم يعني لكن في لجنة الاستثمارة عند حضرتك في المحافظة فيها بعض المعاوقات أمام المستثمرين نعم طبعاً يمكن أنا لمسة ده طبعاً في خلال تعاملي مع العديد من المستثمرين اللي بيحضروا للمحافظة عشان إنهاء إجراءاتهم حيث احنا كانت اللاجمة فنعقد كل فترة لكن هنعرفتها بسرعة دورية نقريباً كل أسوارين عشان نخلص إجراءات المواطنين المعاوقات اللي بتقابلنا مع المواطنين لو كان معاوقات بيسمح السلطة المحافظة إنهاءها يتم إنهاء أصلاً لكن هناك بعض الإجراءات اللي بتحتاج موافقات من وزير الاستثمار أو من الهية عامل الاستثمار وإحنا بنخاطب الهية مباشرة ومنحاول النساهل ده وذلك حقاً قلتك محمص الديحرة يعني فيها مطالة صناعية في ودناطرور ومطالة صناعية الآن جديدة في حوش عيسى وتم بدء التسكين فيها وإحنا الوقت بمندلها المرافق الكهرباء والمياه والغاز عشان نقدر إنه إحنا نسكن فيها أكبر عائل المسلمين أيضاً الحمد لله تم بدء العمل في المنطقة اللوجستية التجارية في دمانهور على مساحة 33 فتان وتم مثلاً عمل مزايدة معلنة من خلال جهاز التجارة الداخلية وتم الرسوة على بعض المسلسونين وإحنا الآن في عملية تمهيج الأرض وعمل الجسات وتوصيل المرافق فيها ودية المنطقة اللوجستية التجارية داخل مدينة دمانهور وعلى الطريق الزراعي وتعمل انتعاشة قصادية كبيرة جداً للمحاصل دكتور محمد أنا أعرف أن حضرتك من الناس اللي بتحب الجولات الميدانية كتير قوي أنا جالي في الجرنان من حوالي 15 يوم كده مشكلة عن انتعرف المعديات اللي موجودة على الرياحات الحوادث المعديات اللي موجودة وفيه كذا كبري تاخد بيه موافقات وبدأ الإنشاء فيه يعني لما يبقى الكبري ساتك قطع الفرع وجاي مثلاً من محط السكة حديد ومعدي للطريق وفضله 50 متر عشان ينزل من الطريق للجنب التاني فيوقف عند الخمسين متر دول وينزل للطريق يبقى نفس الحوادث متكررة زي ما هي زي مثلاً مشكلة كبري قرية البرجات اللي قدامي مينها شاكوة دي ايه المشكلة لو احنا مثلاً نزود الكبري 50 متر عشان ينزل من الطريق من ناحية التانية بدل ما نبقى احنا ما عملناش حاجة برضو احنا المشكلة دي تم عرضها علي وانا وفيت ان احنا ان شاء الله هننعمل اضافة للكبري بحيث يعدي الطريق بحيث ما ينقل الحوادث ده حوالي 50 متر ده كل يوم اطفال بتموت في المكان ده لا احنا طبعاً ليه بقولي شيافتك هو طبعاً تم عمل تموين ورز للتمويل الكبري من خلال الوزارة احنا هنكمل كمحافظة تكلفة العزباتية وانا وفيت مبداعياً على امتلال الكبري 50 متر المطلوبة عشان حماية المواطنين وتقرير الحوادث تعرف دي كرة كرية بتضم مجلس الكرية بيضم عدد من العزب والكرة كتير جداً يعني تعدوا السكان الكبير جداً يعني دكتور محمد سلطان انت من محافظين النشاطين جداً ونشاطك ملحوظ في المحافظة وانا بشكر حضرتك جداً على المداخلة هنروح لأخبار تاني معنا سيد مصطفى وهو من جريدة الأخبار وزير الاستثمار طرح الشركات المملوكة للدولة خلال خمس سنوات داليا خرشد نستهدف عشر مليارات دولار استثمارات أجنبية العام المقبل أنا محتاجة أفهم أكتر من الوزيرة أو من فكرة طرح الشركات المملوكة للدولة الاستثمار يعني ما يبقاش الموضوع خص خاصة يعني عايز أفهم أكتر عن الموضوع محتاجين المعلومة الحكومة يكون عندها شفافية وتقدم معلومات أكتر للناس عشان الناس تبقى فهم الموضوع ما يبقاش خص خاصة يبقى فيه طب ليه الدولة هتبيع المصانع دي أو هتسيب المصانع دي ومش هتديرها هي هل الدولة مش قادرة إنها هتدير المصانع طب ليه من يعني ليه ما نشغلهاش إحنا ليه الدولة ما نشغلش المصانع لازم يكون فيه شفافية في المعلومات حوالين أي مصانع هيتم عمل معها الموضوع ده لإني خاصة الناس عندها حساسية من فكرة الخص خاصة منرجع قبل 25 يناير كان فيه مصانع كتير اتخصصت فالناس كتير الناس خايفة من الموضوع ده فلازم يكون فيه شفافية في المعلومات وتقدم معلومات كويسة وكفاية إحنا ليه يسيب المصنع ده مش هنشغله إحنا إحنا ليه هن يعني إيه المعايير اللي هنسيب على أساسها المصنع المستثمر اللي هياخده هياخده انتفاع لمدة قد إيه ولا هيبيع ولا هنشتري لازم معلومات أكتر وشفافية أكتر في الموضوع ده حكاة بالصحف مصنع عبدالتواب أنا بشكر حضرتك جدا على تشريفة لي عزيزي المشاهدين دي كانت أهم عنوين الصحف الصادرة خلال أسبوع أنا هناك معاكم بالرصد والتحليل لكم مني أطيب المناع مهر الفضلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر